أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة مع العمل في الوقت نفسه على حل أي مشكلة للمستثمرين الحاليين بما يسهم في تشجيع غيرهم فضلا عن العمل على التوسع في مشروعاتهم وخلال اجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض أبرز الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر أكد مدبولي أن الدولة أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة في الفترة الماضية خاصة للمستثمرين الصناعيين كما تم استعرض مقترح الإصدار الرابع لموقع الخريطة الاستثمارية وما يجتمل عليه من مكونات ومعلومات تسهم في المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين